موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين منظرة العفو الدولية تدعو للإفراد عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن ميليشيا حوثي تنصب نقاط تقطع في حيسب الحديدة وتزرع المزيد من الألغام في طرقاتها موسيقى اللجنة الوطنية تحقق في وقائع تفجير ميليشيا الحوثي للمعالم التاريخية والمنازل في مديرية الصالة بتاع السن موسيقى تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم دعت منظمة العفو الدولية للإفراج عن جميع المختطفين في اليمن والكشف عن مصير المختفين قسرا المخفيين قسرا وأتات دعوة الإفراج عن المعتقلين في وقت تتصاعد فيه مناشدات الأهالي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والإنسانية في اليمن لممارسة المزيد من الضغوط على ميليشيا الانقلاب لإطلاق آلاف المعتقلين القابعين في سجونها منذ سنوات وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها إن ميليشيا الحوثية تواصل اختطاف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها مشيرة إلى أن المختطفين المدنيين يتعرضون في سجون الحوثيين للتعذيب والإخباء القسري وأوضحت الرابطة أن مئات المختطفين المدنيين يتعرضون للتعذيب في سجون الحوثيين كما يتعرض ذويهم للابتزاز المالي والنفسي وكشفت عن قيام الميليشيا بمقايضة بعض المختطفين المدنيين بأسرى من عناصرها المقاتلين اختطفت ميليشيا الحزام الأمني التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اليوم في عدن أحد رجال الأعمال بعد مداهمة منزله ونهب بعض محتوياته وأكدت مصادر محلية اختطاف ميليشيا الحزام الأمني لرجل الأعمال سمير القطيبي بعد اقتحام منزله ونهب محتوياته في مديرية دار سعد في الشيخ عثمان بعدد وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحزام الأمني اقتالت القطيبي على متن مركبة عسكرية إلى جهة مجهولة وكان عدد من رجال الأعمال غادروا مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية خشية الابتزاز والتضييق في ظل سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن وتعد عملية اعتقال ومداهمة منزل القطيبي هي الأولى من نوعها التي تستهدف التجار في ظل استمرار عمليات المداهمات والاعتقالات التي تنفذها ميليشيا المجلس الانتقالي على القادة العسكريين والحكوميين والمواطنين الموالين للحكومة الشرعية تم اليوم نقل عشرين مصابا من المدنيين جراء أحداث التمرد التي جرت في عدن وأبيان مع مرافقهم إلى المملكة العربية السعودية وذلك لتلقي العلاج على نفقة مركز الملك السلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وثمن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحة جهود مركز الملك سلمان واهتمامه الكبير بالجرحة معربا عن شكره لقيادة المملكة العربية السعودية على مراقفهم الأخوية في مختلف الجوانب الخدمية في بلادنا من جهته أكد مدير مركز الملك سلمان مكتب عدن صالح الديباني أن المركز على الدوام يواصل تقديم العون الإغاثي والإنساني للشعب اليمني في مختلف القطاعات الخدمية سيم القطاع الصحي من خلال تنفيذه لعدد من المشاريع ورفضه للإمدال الدوائي بوزارة الصحة بأطنان من الأدوية إلى جانب تكفل المركز بعلاج الجرحة في عدد من المستشفيات اليمنية الخاصة وعدد من الحالات التي تتطلب السفر إلى خارج اليمن أقدم مسلحون حوثيون في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على اقتحام منزل مواطن في حي الدائر الغربي بمدينة دمار وقاموا بقتله أمام أسرته وفادت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين هاجموا منزل المواطن ثابت سعيد معوظة وقاموا بقتل نده أمام والدته وجميع أفراد أسرته ثم غادروا المكان بدم بارد وتعتبر هذه الجريمة واحدة من مئات الجرائم المماثلة التي تتكبها ميليشيا الإجرام بشكل مستمر في حق أبناء محافظة دمار كثفت ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين زراعة حقول من الألغام الأرضية والعبوة الناسفة جنوب مدينة حيس بالحديدة وقالت مصادر محلية أن عملية زرع حقول الألغام شملت خطوط عبور المواطنين في القرى والمزارع والطرق الفرعية في قرى منطقة عرفان وضمي وكذا السقم وخطوط الدراجات النارية المتجهة إلى مدينة حيس والخطوط الفرعية المتجهة إلى مدينة الخوخة وإشارت مصادر ميدانية إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي قامت بنصب نقاط تقطع ومنعت المواطنين من العبور في بعض الخطوط المعهودة وإجبرتهم على التحول إلى خطوط وعرة صعدت ميليشيا الحوثي من خروقاتها في الساحل الغربي بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي مارتين جريفيت للعاصمة صنعاء ولقائه بقيادات ميليشيا الحوثي وقالت مصادر عسكرية بأن ميليشيا الحوثي تحشد قواتها صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيط جنوب الحديدة وإشارت مصادر عسكرية إلى أن الميليشيا الحوثية حشدت عشرات الآليات ومئات المسلحين وتمركزت في أطراف المنطقة وقالت المصادر إن القوات المشتركة أحبطت تسللاً لعناصر ميليشيا الحوثي الشمال الجبلية وألحقت بهم خسائر في العتاد والأرواح إلى ذلك أطلقت الميليشيا قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة على مواقع القوات المشتركة جنوب الدريهم وصف مصدر أمني بإدارة شرطة مديرية الشمايتين بتاعز ما حصل اليوم في مدينة التربة بالجريمة الجنائية وأوضح المصدر في تصريح لمركز الإعلام الأمني بأن الحادثة الجنائية بحسب المعلومات الأولية المتوفرة بدأت بمشادة كلامية بين أحد أفراد الأطقم العسكرية وسيارة هايلوكس تحمل مسلحين حيث تطورت المشادة الكلامية لتبادل إطلاق النار بين الطقم العسكري وأفراد السيارة الهيلوكس أدت إلى مقتل أسام عبد الحكيم الأشعري وأشرف عبد الجبار الذبحاني والذان يعملان مرافقان لمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان كما أصيب أربعة آخرون في الاشتباكات وأكد المصدر الأمني بأن شرطة الشمايتين والبحث الجنائي وقوة الأمن الخاص وفور وقوع الحادثة تحركت وفق الإجراءات القانونية اللازمة مشيرة إلى أنها تبدل قصار جهدها لاحتواء الإشكالية وملاحقة الجناء والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة وكشف تفاصيل الحادثة الأليمة ودع المصدر في الوقت ذاته جميع المعنيين بضبط النفس وتجنيب مدينة التربة الصراع وعدم استغلال الحادثة وتوظيفها ليشاعة الفوضى والإخلال بأمن المدينة ذهبت هند محمد إلى منزلها في قرية شقب بمديرية صبير الموادب لكنها ما إن وصلت إلى المنزل حتى انفجر بها لغم وابت وبترت رجلها وسبب لها العديد من الإصابات الأخرى تفاصيل في التقرير التالي هذه هند وهذه قصتها لغم أرضي في باحة منزلها جعلها ملازمة السرير بعد فقدها رجلها اليمنى وإصابة الأخرى تتحدث هند أنها ليست الوحيدة المصابة من عائلتها فهناك من العائلة من أصبته تلك الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوث الإنقلابية في قراهم بمديرية صبر الموادم وفي قرية الشقب والأسرة حقنا كلها قطعتك بالغام الطاحب والرصاص لك ما عاد فيه معنا الآن في أسرة معنا عمي وبنته وعمي الثاني وبنته كلهم أقول لهم نحن معاقين الآن بالبيت من نحن شيق ستنفار ونحن نبصر القطب ضروري ما ونبصر من نان آليات أو نبصر من نان شيء وتقوم ميليشيا الحوثي بتفخيخ الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من مناطق خطوط النار وهو ما أكده مركز الأطراف الصناعية في مدينة تأز حيث استقبل قرابة أربعمائة حالة من مبتورية الأطراف أغلبهم نتيجة تلك الألغام إجمالي من وصل إلى هنا ما يقارب مائتين تسعة وخمسين حالة من إجمالي أربعمائة حالة يعني أن الرقم وصل إلى سبعين في المئة سبعين في المئة من العداد التي اتصلنا هنا من المبتورين وهم مبتورين بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في أطراف محافظة التعز وأيضا نحن نتوقع أن تأتينا حالات كثيرة من هذه البناطق لأن الألغام لا زالت مزروعة والميليشيا الحوثية لا زالت تفرط في زراعة الألغام في هذه الأماكن ولا تكاد تتوقف تلك الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في تلغيم الطرق والمنازل بألغام موهة الأشكال لتوقع عددا كبيرا من الضحايا في صفف المدنيين لا تزال الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية تشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين في تعز وهو الأمر الذي أوقع عددا من الضحايا الأبرياء أثناء مرورهم على تلك الألغام أحمد مكيبر، طنات سهيل، تعز نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولا ميدانيا إلى منطقة حسنات وعدد من أحياء ومناطق مديريتي الصالة وصبر الموادم بمحافظة تعز للتحقيق في عدد من وقائع استهداف المدنيين والأعيان التاريخية والتعليمية من قبل ميليشيا الانقلاب واستمع الفريق إلى عدد من الضحايا والشهود في وقائع متفرقة وتحققت اللجنة الوطنية من وقائع تفجير عشرة منازل وحرمان ملاكها من حقهم في السكن إضافة إلى حالات من التهجير القسري تحت تهديد السلاح ومعاينة التدمير الذي لحق بالآثار التاريخية ودور العبادة منها مسجد الحرازي الذي يعود بنائه إلى أكثر من أربعمائة عام ويعد من الآثار التاريخية الدينية في تعز التي تعود لأيام الدولة الرسولية التي كانت بساتينها في مناطق ثعبات وحسنات كما تمت معاينة بقايا آثار الطفيلي التاريخية التي تعرضت للتفجير بالعبوات الناسفة والاستماع إلى شهود الحادثة حققت الأجهزة الأمنية في تعز نجاحات ملموسة وقطعت خطوات كبيرة ما دعالها تحظى بثقة المواطنين نتابع الأجهزة الأمنية بتعز بدأت العمل بالمدينة من الصفر من غير مقر ولا طقم واحد ولا إمكانات بعد أن أخذت الميليشيات كل مقدرات الشرطة والأمن ولكن الرجال والإرادات القوية بدأت البناء بهذه المؤسسة المهمة حتى وصلت اليوم إلى مستوى يفخر به ولم يكن يتوقع بهذه الفترة القصيرة هذا النجاح يعود بعد الفضل الله سبحانه وتعالى للجنود المجهولة التي تعمل ليلة نهار لحماية أمن المواطن واستقراره من رجال الأمن سواء كان في البحث الجنائي أو الشرطة الدوريات أو الأمن الخاص أو بقية الإدارات التي تعمل جاهدة دون كلل أو ملل رسالة للعصابات تقول لهم انتهى شهر العسل أولئك الذين كانوا يعيثون الفساد في محافظة تعز وأطلقوا لعنانهم العبث بأمن تعز الآن نحن لهم بالمرصاد وإجهزة الأمن لهم بالمرصاد أصبح الأمن عند مستوى المسؤولية ولا تمر اليوم أو اليومين من ارتكاب أي جريمة إلا وقد قبض على المتهمين وهناك جرائم يتم القبض على مرتكبيها خلال ساعات وقد أثبتت اليومين الماضيتين ذلك من خلال القبض على مرتكبي جريمتي قتل وجريمة جرح أحد العاملين بالمنظمات وتم القبض أيضا على عصابة تمتهن السرق بمنطقة وادي القاضي وقدم الأمن الضحايا من أجل أمن المواطن نحن كنا في مهمة أمنية لمطاردة عصابة لصوص لصوص مسلحين طبعا كنا نبحث عن حادثة سرقة لمنزل الدكتور عبدالله مرشد اللهدال التي نهبت قبل أسبوع وقرينا اتخذنا إقراتنا القانونية تحرينا رصدنا المقرمين وتعقبناهم وقمنا بالقبض على رأس الخلية أحب أن أقول لهم شكرا جزيلا على الواجب الذي قمتم فيه وبأسرع وقت وعلى اهتمامكم بما حصل لنا من حادثة في مسكننا في تعز والقبض على الأصابة وإعدة ممتلكاتنا وتمنى أن تستمر هذه الإقضاء ونحن واثقين من ذلك لأنهم لن يألوا قهدان في تقديم كل قهد وعون ومساعدة من أجل حفاظ الأمن والاستقرار ويعطى المواطن الطمانين في بلاده أبناء تعز عاشوا مع الدولة ولن يقبلوا بغيرها لذا يرون كل نجاحا للأمن بفخر واعتزاز وعودة للدولة بكل مؤسساتها محمد يوسف لقناة سهيل تعز أشهد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالأداء الفاعل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب والأجهزة الأمنية والتنفيذية في تسيير العمل الخذبي والتنموي وتكريس أجواء الاستقرار وترتيب أولوياتها بشكل ناجح ساعد على التسريع في تحقيق النهوض والتعافي من الحرب التدميرية التي شنتها ميريشيال انقلاب الحوثية ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بمضاعفة الجهود والحفاظ على النموذج المتميز الذي قدمته مأرب واطلع رئيس الوزراء على الأضرار التي خلفتها السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا وما تعرضت له مخيمات النازحين من أضرار والإجراءات المتخذة للتعامل معها أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك دعم الحكومة الكاملة لخطط السلطة المحلية في محافظة أرخاب سقطرة وما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار والنهوض بالأوضاع الخدمية والتنموية واشدد خلال اتصال هاتفي مع محافظ أرخاب سقطرة رمز محروس على ضرورة إيلاء الأوضاع الخدمية والتنموية اهتماما كبيرا وخاصة الكهربة واطلع رئيس الوزراء على الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة وناقش مع محروس الخطط المعدة لتنفيذ عدد من المشاريع على ضوء نتائج تقرير محافظ سقطرة ولقائه برئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي واشهد رئيس الوزراء اشهد بالإجراءات التي أعلنتها اللجنة الأمنية في محافظة أرخاب سقطرة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكنة العامة للمجتمع اختتمت شرطة محافظة مأرب اليوم الدورتين التدريبيتين الرابعة والخامسة من المرحلة الثانية لبرنامج تدريب وتأهيل ضباط منتسبين شرطة المحافظة في مجال حماية المدنيين خلال النزاعات والذي تنفذه شرطة المحافظة بالتعاون مع منظمة السيفك الدولية وحث مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبد الملك المداني المشاركين على الاستفادة من مخرجات الدورات وترجمة ما تلقوه على صعيد العمل الميداني والحرص على تقديم الأداء الأفضل في مهامهم الأمنية وأكد المداني حرص شرطة محافظة مأرب على تقديم نموذج متميز في الأداء الأمني وتجسيد القيم المثلة والتشريعات الوطنية والدولية والإنسانية في تصرفات رجل الأمن هذا وتشاهدون في النشرة أيضا شكوى من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في حضر موت تحفيد حملتي رش وتوعية للحد من انتشار حم الضنك في شبوة أطلق أبناء منطقة صلاح الدين غرب محافظة عدن حملة نظافة واسعة لتصريف مياه الأمطار والتي غمرت المدينة الأثنين الماضي في ظل غياب ملفت لدور الجهات المختصة وقال أهالي منطقة صلاح الدين إن مياه الأمطار الملوثة تسببت في عودة انتشار للكوليرا حيث تم تسجيل سبع إصابات وتسبب غياب شبكة تصريف مياه الأمطار في بعض الشوارع وعدم قدرتها على استيعاب كميات الأمطار في نشوء تجمعات كبيرة للمياه والتي غمرت أيضا عددا من المنازل شكى مواطنون في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية وترجع هذه الموجة من الغلاء إلى عدد من الأسباب يرصدها التقرير التالي بالوقت الذي يعاني منه المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية شهدت الخضار والفواكه ارتفاعا ملحوظا في أسعارها مقارنة بالأشهر القليلة الماضية وهو ما أضاف أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين وخاصة محدودية الدخل منهم لكن بائع الخضروات والفواكه أعادوا تلك الارتفاعات إلى أسباب عديدة وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وطول مسافة الطريق إلى حضر موت قبل ارتفاع الأسعار هي من المشتقات النفطية كان من قبل الديزل والبترون كل شيء موفرات والطرق ممفتوحة الآن سافر يعني مسافة بعيدة سافر لا ذمر من ذمر البيضة ومن البيضة للجوبة يعني تعب كل خطوط بعيدة كان نسافر من قبل ست ساعة دعنا نسافر واحد ثلاثين ساعة كما أن ارتفاع سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه حيث يتم استيراد العديد من أنواع الفواكه من خارج البلد بالعملة الصعبة إضافة إلى تصدير بعض المنتجات الزراعية المحلية ذات الجودة العالية إلى دول الجوار هذا الكرتون الإيراني كنا نشتري ب700 ريال الآن وصل إلى 2500 ريال ليس السبب؟ السبب انهيار العملة العملة الآن أصبحت ب160 ألف وفوق ذلك الجمارك في النقاط السعودية يدعمون المواد الغذائية لا يشلون جمارك عليها نهايين وأما هنا عندنا يشلون جمارك مرتين الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه لم يعد كافيا لتلبية احتياجات السوق المحلية لعوامل عديدة منها قلة توفير احتياجات الحقول الزراعية من الأسمدة ومبيدات الحشرات التي تساعد على نموء تلك الخضروات وسلامتها من التلف فلت الناتي في الأسواق وارتفاع الأشياء الباقية التي تورد للفلاحة الأشياء هذه واصبح الفلاحة الآن انتاجه محدود لا يوجد انتاجه يكفي للشيء هذا فعلى السلطات المختصة والجهات المعنية وضع حد لهذه الأزمة والتدخل بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن جراء ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الاحتياجات الضرورية كالخضروات والفواكه فالخضروات والفواكه تمثل قيمة غذائية للإنسان وهو ما يدفعه بصورة اضطرارية لشرائها رغم ارتفاع أسعارها لأهميتها وفوائدها العديدة فهمي بارماده قناة السهيل سيئون أشهد وكيل محافظة حضر موت شؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثير بالإنجازات التي يحققها شباب وادي حضر موت والصحراء في مختلف المجالات وعلى الصعيد المحلي والعربي والعالمي وأعرب الكثيري خلال لقائه الشباب النموذج محمد عبد الله سعيد الجابري عن اعتزازه بالطاقات الشبابية التي رفعت اسم اليمن عالياً في المحافر العربية والدولية مؤكداً دعم ومساندة السلطة المحلية لتلك المواهب المبدعة والتي تعول عليها حضر موت مستقبلاً في التنمية والنماء في مختلف المجالات يشار إلى أن الشاب محمد عبد الله سعيد الجابري من أبناء منطقة دمون بتريم تم تكريمه مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة من قبل مدلس الشباب العربية للتنمية المتكاملة برعاية جامعة الدول العربية ضمن النماذج الشبابية على مستوى الوطن العربية شهدت مدينة سيئون اليوم حفلاً تكريمياً لأوائر الطلاب والطالبات في امتحانات المرحلة الثانوية العامة بمدارس وادي حضر موت للقسمين العلمي والأدبي وذلك للعام الدراسي 2018-2019 وأن أوكيل محافظة حضر موت شؤون مديريات الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري الطلاب الحائزين على المراكز العشرة الأولى على مستوى حضر موت الوادي والصحراء ووجه الكثيري بمنع كافة الطلاب والطالبات الأوائل بمنحهم فرصة الالتحاق بأي كلية من كليات جامعة سيئون نظير تميزهم وتفوقهم مؤكداً بأن قيادة السلطة المحلية تسعى جاهدة لتسخير كافة إمكانياتها للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها لارتباطها المباشر بالتنمية والاستقرار بدوره ثمن مدير عام مكتب التربية بالوادي والصحراء محمد فلهوم الاهتمام الكبير التي توليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي بالقطاع التربوي والتعليمي وأشر إلى اعتمادها لثلاثة عشر مشروعاً حيوياً بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دولار أمريكية عقد مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز اجتماعاً موسعاً مع مدراء فروع مكاتب الصحة بالمديريات لتقييم خطة المكتب السابقة والبدء بتنفيذ خطة الربع الأخير من العام الجاري وناقش الاجتماع خطط وأنشطة الصحة التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة والصعوبات والعوائق التي تواجه العمل في المديريات وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحيم السامعي على ضرورة مضاعفة الجهود من أدل الارتقاء بالخدمات الطبية للمواطن والاستفادة من الفرص المتاحة وأشار إلى أن الوضع الصحي في تحسن مستمر رغم الظروف الصحية والحصار الذي يمر بالمحافظة وحثى المدير العام مدراء الفروع على العمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الكوادر الصحية في المديرية سيما الكوادر الشابة عن قرب ومناقشة مدى تنفيذ خطة الاستقابة لقطاع الصحة للعام 2019 نحن اليوم في نهاية الربع الثالث في أكتوبر 2019 ما وقدناه اليوم في هذا الاجتماع أن نسبة كبيرة تحققت من الاستقرار في القطاع الصحي على المستوى العلاقي على المستوى الأوبئة واقتياحها لا زالت المحافظة تتعرض للعديد من الاقتياحات ومن ضمنها الكوليرا وحم الظنك يواصل أبناء منطقة بني عامر في مديرية جبل حبشي بتعز استكمال مراحل بناء مركز الشهيد صهيب العامري الصحي وأوضح منسق مبادرة نبض الحياة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع بأن المشروع يأتي استجابة للحالة الإنسانية والصحية التي تعيشها المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية وقال محمد قاسم قال إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية دفعت أبناء المنطقة للتداعي تحت لافتة مبادرة نبض الحياة والمساهمة في بناء مركز صهيب الصحي بصورة عاجلة وثمن إسهام جمعية التربة الإسلامية بدولة البحرين والصندوق الاجتماعي للتنمية وكافة الساعين في سبيل استكمال بناء المركز الصحي داعيا للجهات الرسمية والجمعيات والمنظمات والجهات الإنسانية المحلية والخارجية إلى الإسهام والمسارعات في استكمال وتأثير الوحدة الصحية وتوفير إمكانات التشغيل من الكوادر الطبية والأجهزة وكافة المستلزمات نحن بحاجة ماسة إلى إنشاء المركز الصحي في هذه المنطقة لما كان يوجد من وباء في المنطقة من وباء الكوليرا وأكثر الناس كنا نتعبوا بسعادهم بلا تعز والتي تبعد على المنطقة حوالي 25 كيلو فالتفى الناس جميعا من منظور وانطلاق الحاجة إلى هذا المركز الصحي والتفى الناس حوله جميعا هذا الحدث العظيم الذي نفخر به كمواطنين كل شخص في هذه القرية وضع أمامكم اللوحة ورسم فيها بقدر ما يستطيع لكي تكون تشنى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الدكتور علي الوليدي الجولة الأولى من حملة التحصين ضد الكزاز والكزاز الوليدي والتي تستهدف 76900 من الإناث الواقعة يعمارهن ما بين 15 و 49 عاما في 14 مديرية من مديرية محافظة شبوة ولمدة 6 أيام واشار الوليدي إلى أهمية دول الحملة الوقائي في حياة المستهدفات منها وحمايتهن من مخاطر هذا المرض القاتل من جانبه قال مدير صحة شبوة دكتور عيدروس بارحمة إن فعالية الحملة انطلقت في كافة المدارس والمرافق الصحية ومواقع التحصين في 14 مديرية بالمحافظة ويتولى تنفيذها 285 عاملا وعاملة صحية بعد أن سجلت ما يقارب 259 حالة مصابة بمرض حم الضنك في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قامت وزارة الصحة العامة والسكان بتنفيذ حملات للتخفيف والحد من انتشارها بعد استفحال مرض حم الضنك القاتل في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة نفذت وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من برنامج التواصل من أجل التنمية حملة توعوية وأخرى مكافحة للبعوذ الناقل لحم الضنك بابا مستوطن في المديرية وبلغت الإحصائية من بداية عام 2019 إلى اليوم تقريبا 259 حالة في مديرية عتق موزعة على 117 حالة داخل المديرية و142 حالة من المديريات الأخرى والمحافظات المجاورة ودع القائمين على الحمل المواطنين والقيادات المجتمعية إلى الإطلاع بدورهم المنشود في دعم ومساعدة الجهود الرسمية المبذولة في هذا الاتجاه من أجل حماية حياة الناس من مخاطر هذا المرض القاتل طالب الأهالي جميعهم في المنازل ينسهلوا العمل التوعية وينسهلوا دخول إلى المنازل وينسهلوا العمل للمطوعين والمطوعات في إزالة البعر الموجودة وأيضا يسهلون عملية الرش في بعض المنازل المستهدفة للرش وتتمثل هذه الحملات في الرش الضبابي لشوارع ومنازل المدينة بالإضافة إلى تنفيذ حملة إزالة البعر لتواجد يرقات البعوض فيها علاوة على حملة توعوية لخلق شراكات متكافئة ورفع الوعي الصحي ومناصرة الرسائل الصحية التوعوية من قبل الفئات المؤثرة والفاعلة في المجتمع نشكر فرق العمل ونأمل منهم أن يحققوا أهداف الحملة حتى يتم القضاء على هذا المرض الذي أضجع الذي أقض مضاجع كثير من الناس ويأمل القائمون على هذه الحملات في أن تساهم في الحد من انتجار المرض والتقليل من خطورته داخل المدينة وختاما اختتم اليوم في محافظة شبوة فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بنظام إدارة الحالة للأفطال والتي نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونس واستهدفت الدورة أربعة وثلاثين مشاركا ومشاركا من الجهات ذات العلاقة في خمس من مديريات المحافظة ولمدة عشرة أيام تلقوا خلالها حزمة من المعارف الأساسية المرتبطة بنظام إدارة الحالة للأطفال المشردين وكيفية متابعتهم وتقديم الرعاية لهم وفي اختتام الدورة ثمن وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمرق دعم منظمة اليونسف لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة ومساعدته في إرساء قواعد النظم الأساسية لإدارة الحالة النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن ميليشيا الحوثي تنصب نقاط تقطع في حيسب الحديدة وتزرع المزيد من الألغام في طرقاتها اللجنة الوطنية تحقق في وقائع تفجير ميليشيا الحوثية للمعالم التاريخية والمنازل في مديرية صالة بتاعز في ختام النشرة هذا علي عزي يحييكم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله اشتركوا في القناة